جو تيتشر تعليم بلا قيود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا أحبابنا أعزائنا صبايا وشباب الله يعطيهم ألف عافية بداياتنا إن شاء الله بدايات خير على منصتنا جو تيتشر بدنا نكون مع بعض في مادة الحاسوب بدنا أبلش معاكم دورة التأسيس أحبابي والله مادتنا سهلة وفي متناول يد والمتين أسهل منها ما فيه بدنا نعرفكم كتعريف يعني كأنه حفل التعارف أو فنجان جاهو مع الشاي نقعد مع بعض نتعرف على بعض بدنا نتعرف على مين؟ على مادتنا ببعض الأمثلة البسيطة تمام؟ بإذن الله خلنا ننطلق مع بعض ونقول جو يا الله دورة التأسيس في مادة علوم الحاسوب الوحدة الأولى أنظمة العد مقسمة إلى ثلاثة فصول يعني ثلاثة دروس أول شيء مقدمة في أنظمة العد بعرفنا على أربعة أنظمة عشر وثنائي وثماني وثالث عشر والفصل الثاني التحويلات العددية ثلاث تحويلات لدينا كيف تحول من أنظمة العد إلى العشري ومن العشري إلى أنظمة العد والتحويل بين الثنائي والثماني والثالث عشر الفصل الثالث العمالي الحاسبية في الثنائي عنوانه بس درس واحد هو كيف نتعلم الجمع والضر والطرح في أعداد ثنائي خلينا نكمل مع بعض طلعوا المادة ومأروعها أنا رح أعطيكم طبعا أشياء الموجودة بالكتاب الآن إثناء شرحنا في البطاقة الخاصة بالمنصة رح نتعرف على طرق سهلة تساعدنا على اضع دائر ونخلص منها بسرعة عشان نكسب وقت في وقت الامتحان أو في قاعة الامتحان بداية الحبيت أني أعرفكم على الفرق ما بين الرقم والعدد الفرق بين الرقم وإيش؟ والعدد أحبابي الرقم يقول رمز واحد من الرموز الأساسي 012-3456-789 يستخدم التعبير عن العدد الذي يحتل منزلة واحدة طيب شو العدد؟ مقدار الذي يمثل برقم أو رمز واحد أو أكثر أو منزلة واحدة أو أكثر دعونا نفهم شو الموضوع هون بالضبط تمام؟ بسم الله نجي نحكي الرقم العدد صفر 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 واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاث أربعة 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 خمس خمس ست ست سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة تسعة عشرة احداش اثناش إلى آخرين للمالة نهاية شو نسويته هون؟ نطلع الرقم صفر والعدد صفر عادي لعندي التسعة بيقولك أنا ممكن أسمي حالي رقم أو ممكن أسمي حالي عدد متى بصير أنا عدد إذا صرت أكتر من خاني إذا ملاحظين صفر واحد ثلاث أربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة هي منزلة 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 إذا صرت منزلتين فأكثر مباشرة بسمي حالي عدد فممكن هون كل رقم هو عدد ولكن ليس كل عدد هو رقم هاي افهموها إذا عشان يكسمينا العدد المقدار يبدأ بمنزلة وزيد أما العدد عفوا أما الرقم يبقى منزلة واحدة لأنه فقط رموزه الأساسية ما عندوش أكتر من هيك طول ما أنا منزلة واحدة أنا رقم لكن إذا تعديت المنزلة واحدة أصبحت عدد هل ممكن الرقم ثلاثة يسميه عدد ثلاثة نعم يجوز ذلك عادي ما في مشكلة لكن إذا تعديت الخنتين مباشرة أنا عدد إن شاء الله الأمور واضحة طيبة بإذن الله يعني الأمور صارت واضحة بإذن الله نكمل مع بعض من خلال العدد التالي أجب عن الأسئلة التالية ما هي الخانة للرقم سبعة في العدد السابق عشان أريح حالي بدنا نختار ونرقم بالطريقة هاي صفر واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة أربع خمسة ستة عملت ترقيم لخنات هذا العدد بدأنا من جهة اليمين أول شي أعطيت صفر واحد اثنين ثلاثة ليش ليش أعطيت الواحد ترتيبه صفر هل بسموه ترتيب الخانة لأن الواحد كم خانة عيمينه ولا خانة الصفر كم خانة عيمينه ووحدة التسعة كم خانة عيمينه اثنين فمنعطي ترتيب المنزلة أو الخانة للرقم اللي احنا فيه حسب قديش على يمين فبسألني هون ما هي الخانة للرقم السبعة في العل السابق طلعوا سبعة شوفوا قيها خمسة إذن جواب خمسة هاي ترتيب سبعة سبعة ترتيبة خمسة طيب ما هو أساس العدد السابق أساس النظام الذي ينتمي إليه طبعا أحبابي الله يرضى عليك وهي معلومة في الكتاب أي عدد ما بيعطيني إلو أساس يعني الأصل إنه هيك يعمل الأصل إنه يعمل هيك مثلا هيك الأساس بشكل مصغر أي عدد لا يعطى له أساس بشكل مصغر فورا هو عشري فالأساس عشرة أي عدد ليس له أساس عشري طب ما هو وزن الرقم الذي رقم منزلته ثلاث المنزلة شو يعني الوزن المنزلة أساسي عشرة المنزلة ثلاث اللي هي الثمانية تحط ثلاثون الوزن المقصود فيه الوزن المقصود فيه تاخد أساس النظام الذي ينتمي إليه العدد وتحط أس أو قوة فوق بالأعلى رقم ثلاث اللي هو منزلتي كم ترتيب منزلتي؟ هاي أعطني إيها ثلاث حطيته فعشرة والثلاثة طب ما هي قيمة الرقم أربعة في العدد السابق؟ بيسأل أحبابي عن الأربعة تمام؟ قيمة هو بيسأل عن قيمة هو بيسأل فوق كان يسأل عن وزن القيمة بتاخد الأربعة نفسها ضرب وزنها لو عشرة أس الأربعة شو ترتيبها؟ نتطلع ترتيبها ستة فبنحط بالطريقة هاي القيمة بنذكر الرقم ضرب وزنه أما الوزن لحاله الوزن بتكون من أساس هو أس ترتيب المنزلة هاي هاي الأمور كلها راح تتوضح لكم بإذن الله ما في أي إشكالية ونحل عليه أمثلة كمان توضيح طلع كيف وضحت لكم إياها جيت عندي عدد اللي هو 8901 أول شي عملته إن هون ترتيب المنزلة ترتيب المنزلة هاي رتبنا تمام؟ ممتاز فالواحد ترتيبه صفر الصفر ترتيبه واحد التسعة ترتيبه اثنين التماني ترتيبه ثلاث في الجدول السفلي وضحتكم شو بدأ أشترل طلعوا كيف شغلنا هون الواحد نزلته ضرب وزنه ليش حطت عشرة؟ لأنه هذا مكتوب في النظام العشري عشرة أس ترتيب المنزلة هي الصفر الصفر نزلته ضرب وزنه لعشرة أس واحد التسعة نزلته ضرب عشرة أس اثنين ترتيبه نزلته التماني نزلته ضرب عشرة أس ثلاثة الآن تطلع عمريات حسابية شغل خامس وثالثة ابتدائي أي عدد مرفوع قوة صفر جوابه واحد جوابه واحد فصار هنا واحد ضرب واحد طب عشرة أس واحد عشرة طب عشرة أس اثنين مية طب عشرة أس ثلاثة ألف أريحك أستاذ إحنا طب والله أدبي إحنا بدنا كمان رياضة لا أريحك مش انت دائما هون بديت بواحد اللي هو الوزن اللي ما يكون قوة صفر واحد ريحها لك بعدها زيد عشرة زيد صفر صارت عشرة العشرة زيد لها صفر صارت مية المية زيد لها صفر صارت ألف وهكذا كل مرة بتمشي خطوة زيد صفر زيد صفر انت تكون جاوبت اللي هو الأسس الموجودة عندنا هون فالجواب هون واحد زائد صفر بعد ما ضربنا زائد تسعمية زائد تمن آلاف شمعناهم طلعنا تمن آلاف سعمية وواحد دائما في هاي الطريقة العدد نفسه يبقى نفسه هذا عند العشري فقط عند العشري هاي الطريقة رح نستخدمها في الثناء والثماني والثلاث عشر رح نكتشف انه هاي الطريقة دائما بتعطيني جواب عشري فهي تعتبر احدى طرق التحويل الاعداد من ثناء وثماني والثلاث عشر الى النظام العشري عشان هيك العشري ضل عشري لانه هاي الطريقة ما بتعطيني الا عشري دائما من الجواب فبما انه اعطيته عشري اصلا فبقي كما هو هاي من الدوائر السريعة جدا اذا اعطاك رقم وطلب منك ما قيمته بتنزله زي ما هو مع اضافة شوفوا شو اضايف انا هون مع اضافة الاساس بشكل مصغر على اليمين عشان بيقين له انه هذا الناتج بالنظام العشري طيب انكمل يا احبابي نجي قوالب الحلوى انا مسميها هيك المفاهيم او شي نظام عددي شو بيحكي لي مجموعة من الرموز قد تكون حروفا او ارقاما يربط بينها علاقات وفق اسس وقواعي المعينة لانتاج اعدادا ذات معاني واستخدمات معتا عددة ان فهمكم ايها بشكل سريع جدا كل هذا راح توضح بشرح مفصل باذن الله وين على عفوا طيب نجي شو معنى نظام عليه مجموعة من الرموز قد تكون حروفا او ارقاما واحد زائد اثنين مساوي ثلاث ا زائد بي تساوي سي مجموعة من حروف او الرموز هي عبارة عن حروف او ارقام هاي معادرة الرياضيات ممكن اعطيه ثوابت وممكن اعطيه متغيرات يجمع بينها علاقات الزائد علاقة والناقص علاقة والضرب علاقة والقسم علاقة والاسس علاقة طيب وفق اسس وقواعي المعينة اكيد احنا بنعرف الضرب والقسم بإلهم قواعد خاصة والضرب والطرح بإلهم قواعد خاصة والاسس بإلهم قواعد خاصة الاخر اخذناها بالرياضيات كل هاي الامور ليش جمعناها مع بعض لانتاج اعداد ذات معاني واستخدامات متعددة الثلاث لما يحكي كلمة ثلاث أو أربعة أو خمسة أو ستة معناها واضح طيب شو معنى استخدامات متعددة لما نحكي ثلاث طلاب ثلاث طالبات ثلاث مدارس ثلاث مستشفيات ثلاث سيارات ثلاث شاحنات ثلاث منازل ثلاثة قصور ثلاثة إلى إلى آخرين كلمة ثلاثة استخدمتها بأمثلة ومش راح نخلص من هون ليوم القيامة وإحنا محكي ثلاثة كذا ثلاثة كذا فهي معنى لها معاني واضحة واستخدامات متعددة الثلاثة واضح معناها الأربعة واضح معناها الخمسة واضح معناها مش الخمسة بيجي واحد بيقول لك الخمسة معناته يعني بدك ستة أشياء الخمسة تبقى خمسة معناها واضح تمام أحبابي؟ الله يرضى عليكم إذن وكله إذا ما حكيت لكم كله راح تتعرف وتوضح معانا مفهوم الأول الثاني هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث هون وهي الرابع أحبابي نتطلع والله التعرفة القالب واحد طلع نظام عد موضعي نظام عد موضعي نظام عد موضعي نظام عد موضعي أساسه بما أني بتكلم عن العشرة حطت عشرة بما أني بتكلم عن الثنائي حطت اثنين بما أني بتكلم عن الثماني حطت ثمانية بما أني بتكلم عن الثلاث عشر حطت الستاش شايفين؟ يعني القالب واحد بس بغير الحشوة زي القالب اللي بنعملها أيام الأعياد رموزه بما أنه عشرة عشرة رموز صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة طب رموزهم بما انه ثنائي اتنين صفر واحد طب بما انه ثماني بس تمانية صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة منوقف عن سبعة لانه بدأنا من صفر وقفنا عن تسعة لانه بدأنا من صفر وقفنا عند واحد لانه بدأنا بصفر الثالث عشر له خصوصية رموزه صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بعدين لما صلنا عشرة و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 صلنا بحروف اي بي سي دي اف ليش حكيت هيك بعدين موضح لكم يا ان شاء الله ليش عوضناها بحرف بدلها معلومة لكم اضافية بعدين اجي في الاخير وهو اكثر استخداما ويستخدم الاخر الحسوب هون ويستخدم لتسهيل عن المبرمجين ويستخدم لتسهيل عن المبرمجين اتطلعوا القالب هيا حطتكم ياهم في لوحة واحدة شانا بينكم انه المفاهيم والتعريفات الموجودة معنا اسهل منها ما فيه ما فيه اشي بيخوف طب نتابع يجي عنا الفصل الثاني التحويلات العددية التحويلات العددية بدنا نحول الطريقة الاولى لعلنتكم اياها هي احدى الطرق التحويل وهي دفرجيك اياها ما هي قيمة العدد الف و 11 في الثنائي في ايش في الثنائي طلعوا شو شويت وزعت واحد واحد صفر واحد بعدين اذا ملاحظين رتبنا صفر واحد اثنين ثلاثة زي ما تعلمنا في بداية الفيديو الدرس هلا بعدين نزلت الواحد نزلت الواحد نزلت الصفر نزلت الواحد الآن شو الاساسي استخدمت هون ان العددية ايش مكتوب مكتوب في الثنائي حطيت اثنين بعدين نقص صفر لانه ترتيبه اثنين قص واحد لانه ترتيبه اثنين قص اثنين وهكذا بعدين نطلع الجواب واحد ضرب واحد 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 ضرب اثنين اثنين وصفر ضرب اربعة اثنين جبت الاربعة اثنين اثنين جبت التمانية اثنين قص تلاتة اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين بعدين 8 زائد 2 زائد 1 طلع 11 بس بإيش؟ بالعشرة فهون طريقة تحويل من ثنائي إلى عشرة هاي الطريقة طريقة تحويل هناخدها بالتفصيل إن شاء الله من خلال شروحاتنا في دروسنا في البقاء على منصة جوتيجر الآن 1011 طلعت 11 يا سلام طبعا لأنه هذا نظام كبير وهذا النظام صغير فكأني بحول سنتيمتر إلى أمتار فشيء عادي 500 سنتي خمسة متر شوف اللط تغير 500 إلى خمسة فال1011 بالثنائي لأنه صغير صار 11 بالعشرة يعني 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 ما احنا مدتنا مروحة حول العدد العشرة 81 إلى ما كافر في النظام الثنائي قبل ما أدخل فيها بدي أروح بس أعطيكم شغلة سريعة جدا بدنا شوفوا كيف أجب يقولي حول العدد العدد 2 27 8 إلى العشرة أحبابي شو أسوي طلعوا الموضوع سهل جدا هي 7 هون وهي 2 هون تمام بعدين ناخد ترتيبها صفر ترتيبها واحد بعدين ضرب ضرب السبع منزلها هون والاثنائي منزلها هون في أنون نظام أنا في الثماني بحطه هون ثمانية ثمانية فوق الثمانية بحط ترتيبي صفر واحد سبعة ضرب إيش بقدرش إلا المحل الثمانية والصفر بقوله سبعة ضرب اتنين ضرب تمانية والصفر واحد تمانية واحد تمانية الآن سبعة ضرب واحد سبعة نحط زائد هون نحط زائد اتنين ضرب تمانية ستعاش الآن سبعة زائد ستعاش ويساوي ثلاثة وعشرين في العشرة ثلاثة وعشرين في العشرة كان سبعة وعشرين نزل لثلاثة وعشرين لأنه من نظام صغير إلى نظام كبير تمام هاي الطريقة بإذن الله واضحة وسهلة وإن شاء الله راح نشتغل فيها مع بعض الطريقة الثانية هون التحويل من عشرة إلى أنظمة العد إلى أنظمة العد فعطاني عدد عشرة واحد وتمانين بده إياه في الثنائي شو الطريقة القسمة الصحيحة القسمة الصحيحة طلع هون طلع 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 واحد وتمانين تقسيم اثنين بده واحد تمانين تقسيم اثنين قديش بتقول لي أربعين نص الطريقة بيجي بحكي لك قسمة صحيحة شو يعني ما بدناش نصاص بدناش كسور أبدا فالنص أربعين طب الأربعين قسمها اثنين عشرين العشرين قسمها اثنين عشرة العشرة تقسيم اثنين خمسة خمسة تقسيم اثنين 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 تقسيم اثنين واحد واحد تقسيم اثنين تقسم تقول لي نص صفر فناتج القسمة في هذا السطر صفر نتوقف طيب كيف طلعت الباقي هاي خصوصية بس للثنائي اطلع علد فردي نعم فنباقي واحد علد زوجي نعم صفر زوجي صفر العشرة زوجي نعم صفر الخمسة فردي واحد الاثنين زوجي صفر الواحد نزلنا فهون الحلو في الموضوع انه الواحد هون اخر شي يجب انه ينزل بعدين صفطناهم جنب بعد كأننا من ابن طوب طلع عندي البواقي كلها حطناها بهذه الطريقة فطلع العدد واحد وتمانين هو عبارة عن هذا العدد في الثنائي اللي هو عبارة عن مليون وعشر الاف واحد في الثنائي فالواحد تمانين تساوي هذا العدد او تكافئه طيب ممتاز ممتاز نكمل شو عنا الان شوفم احلى ملخص عملية التحويل طيب قبل هاي بسموها الطريقة خليني افرجيكم على القسم مرة ثانية اجاب يجي بحكيلي لو سمحت بدي العدد مثلا 69 كم يساوي في الثماني هناك حولنا لثنائي بنغطيك مثال على الثماني نقول له حاضر قسمة صحيحة تعال بنعمل شغلة زي هيك بنكتب القسمة الباقي الناتج او الجواب يا الله شو المقام النظام المحول اليه هاي الثمانية شو العدد فوق 69 على تمانية يعني كم تمانية في التسعة وستين فيه حدد ضرب طول هو تمانية ضرب تمانية بطلع اربعة ستين معتو تمانية ممتاز تمانية على تمانية واحد هل الواحد بتقسم لا فنتوقف الجواب صفر ونتوقف طب اعطيني الباقي 69 على تمانية حكينا تمانية ضرب تمانية اربعة ستين كديش بيضل لو شلنا اربعة ستين من تسعة وستين بضل خمسة طب تمانية على تمانية بيضل الباقي لا هون الواحد من نزله فالجواب مية وخمسة في الثماني العشرة تسعة وستين هو عبارة عن مية وخمسة في الثماني شوف المفضوع ما اسهله جدا رائع باذن الله تمام فان شاء الله كل هذا راح ناخد عليه امثلة كثيرة جدا ما نخاف الامور سهلة جدا شو انا عامل لك في هاي اللوحة الجميلة هون فقط ابين لك الطريقة السريعة اللي راح انا استخدمها في التحولات راح نبعد عن الضرب ورح نبعد عن القسمة والبواق والامور هاي وعطيك شغلة طريقة رائعة جدا ناخد عليها عدة فيديوهات ودروس مسجلة باذن الله راح تلاقيها في بطاقتك يا ابني او يا بنتي هاي انك تكسب تكسب وقت في داخل قاعة الامتحان وتوفر كثير من الجهد باذن الله فهون بس قصنفت الى عمليات الستة اه لا تحتاج الى وسيط وست عمليات تحتاج الى وسيط شو الوسيط اللي هو الاثنين هون ما كان ليش لانه اذا ملاحظين خلنت طلح هون الاثنين او الثناء داخل معانا شوفوا كيف الاثنين داخل معانا هون وهون شايفين داخل معانا هاي تمام عشان هيك ما بدنا بسيط لانه اثنين حاضر او الثنائي حاضر لكن في التحولات الثانية من عشر ثماني اضطريت احط الثنائي من ثماني لعشر اضطريت احط ثنائي يعني هون خطوتين هون خطوتين في التحولات اللي فيش فيها ثنائي اضطرينا نحط ثنائي شو زي ايش واحب بحك انجليزي واحب بحك عربي ما نجيب بسيط له شو المترجم اللي يترجم الإنجليزي إلى عربي والعربية يترجموا الإنجليزي بين هذول اتنين مش فاهمين على بعض فهون هاي معنى الثنائي كأنه مترجم بين الأنظمة عند التحويلات هاي بإذن الله بس حبيت أولا وضحكوا اللوحة هاي خلال شرح بطريقة نموذجية الخاصة بهذه التحويلات سيكون هذا الدرس من أبسط الدروس وأرواعها أمورنا كتير طيبة ومعاي وعلى المنصة جو تيتشار منصتكم الأولى في المملكة بإذن الله أنتوا في أمان قولوا يا رب قولوا يا رب بس أنتوا العمليات الحسابية بدك تفهم أو تفهم يا بنتي شغلة عمليات الحسابية هون والله ما هي صعبة زي ما كنا نجمع وإحنا بالخامس والسالس في النظام العشري شغلة جدا جدا سهلة تعالوا نجمع أنا دائما بعود أولادي وبناتي أبنائي وبناتي الحلوين أنه هذا الفهرس خليلي قدامي ثنائي عشرة الصفر في العشرة يساوي صفر بالثنائي الواحد واحد لكن الاتنين هي عبارة عن عشرة طبعا لما أعودكم التحويلات في الطرق اللي حكيتها قبل رح هون تعرف ايه أنا كتبتها الثلاثة عبارة عن 11 والأربعمية كيف جمعنا؟ تعال تعالوا يا أحبابي واحد زائد واحد اتنين لكن شغلة اتنين هي عبارة عن عشرة فبتحط صفر باليد واحد واحد زائد صفر زائد صفر واحد واحد زائد صفر واحد واحد زائد واحد اتنين شغلة اتنين هي عشرة صفر باليد واحد طب واحد زائد واحد زائد واحد ثلاث الثلاثة بعد عن 11 واحد باليد واحد وبينزل الواحد فنتج المجموح هاي طيب الفوق هون اللي هو مسمى كله مع بعضه كله مع بعضه هيك 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 يسمى الرقم المحمول بيجي عليه سؤالي رح عودك بطريقة كمان سهلة جدا تخلص من هذه العملية السريعة جدا إلا إذا أجد دائرة ما هو الرقم المحمول لناتجمع العددين الثنائيين التاليين فبتطر تعمل على طريقة الكتاب عشان يطلع الرقم المحمول لأنه بسألك على هذا الرقم اللي حطناه باليد من سمين زمان تمام ناخد تشغلي كمان حاضر أحطيكو كمان من عندي مثال يل اجعل ما حدا حوش احنا شو ورانا غير انه نكون معاكو يا أبنائي يل أجا قل لي لو سمحت لو سمحت بلقول لي شو بدك احكي ضاي بقول لي جمعلي الحلوين هدول والله خلينا نحط الفهرز بسرعة ها هذا ثنائي وهذا عشري هاي شوف صفر مقابل صفر الواحد واحد الاثنين عشرة الثلاث احداش الاربعة هي مية واحد زائد واحد اتنين الاثنين عشرة صفر باليد واحد واحد زائد واحد زائد واحد ثلاث شو الثلاث هي عبارة عن احداش يعني واحد باليد واحد الواحد زائد صفر زائد واحد اثنين اللي هي عبارة عن عشرة صفر باليد واحد واحد زائد واحد اثنين يعني عشرة صفر باليد واحد واحد زائد واحد يعني عشرة اثنين تمام وهذا بنزل الافندي هون وبحوطه وبحط ثنائي الرقم المحمول طلع عندي فوق عبارة عن خمسة واحد 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 جنب بعض تجي دائر زيك وهذا ناتج الجمع موجود امامي تمام بالطريقة السريعة رح اخليك بسرعة اتجاوب باذن الله المهم بس فرجيتكم ان الموضوع كتير سهل بعونه تعالى طيب نجي الان يا احبابي الى الطرح شو ماله الطرح بقلني لو سمحت تطرح لي ها دول العددين وقل له حاضر خليت برضو الفهرس معاي هون حاضر طيب نجي نتطلع يا احبابي طلع واحد ناقص واحد صفر واحد ناقص واحد صفر احنا بنتكلم عن ناقص ها تعال ها شوفوا انا طرح طيب واحد ناقص صفر واحد طيب واحد ناقص صفر واحد طلع الجواب خلصنا كل سنة سنة مية زي اسلوب العشرة تعلمناه بالخمس والساس ما فيه اي قضية هون طيب بتكون اشي كيف يصير استقراط حاضر اصلا بعلمك احلى مثال طلع يا ابني ويا بنتي يرضى عليكم بس اشوفوا لي الوضع بدنا نعمل طرح طلع واحد صفر صفر تمام ناقص 11 واحد ناقص صفر يجوز لا تستقرد من الجنبه ما فيه تستقرد من الجنبه هاي بيصير صفر وهاي بيصير عشرة تعودوها اللي بيعطي الواحد اذا اعطى بصير صفر والصفر اذا اخذ بصير عشرة طيب الان الصفر هاي بيصير ما ساعدنا بدنا نساعده لو سمحتي صفر خد من الجنبه العشرة عبارة عن اثنين صح تذكروها العشرة عبارة عن اثنين خد منها واحد تبقى واحد طلعوا مرة ثانية الواحد اخدنا منه صفر الصفر اخذ صار عشرة ولما اخذنا من العشرة بالعشرة كانت اثنين صار واحد بعدين اخر شيء الان اثنين ناقص واحد 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 ناقص واحد صفر صفر وهذا هو الناتج خلصنا بكون الجواب واحد أو بكتب لك يا واحد صفر صفر بهذه الطريقة لأنه هو ناتج عملية الطرح شوفوا موضوع ما أسهله جدا سهل وبسيط طيب نكمل نجي ظلت لنا عملية شو هي الضرب الضرب الحلو في الموضوع بقول لي يا حبيبي يا عمري ممنوع أنت كطالب توجيه تطلع عن ثلاث خنات فيه بعالم الجامعات والعالم البرة 24 و 30 و 40 خانة زي ما بدك وكسور وسالب هون عددين موجبين وثلاث خنات أكثر من ثلاث خنات ممنوعة يعني إذا شوف بالفيس أو أي واحد من الطلاب جيب لك سؤال غريب عجيب من أربع خنات أو كسور أو سالب قلوا ها مش معنى هاي ملاحظة موجودة في الكتاب واضع من هاجه حكالي فوقفوا عند حده عشان ما يخربطك أو بعض الأشخاص اللي بدي تفلسف عليك عشان خوفك وعلمك أنه أستاذك الفلاني مش شاطر لأ إحنا بإذن الله متمكنين ومنعطيك المادة زي ما بدها الوزارة عشان تجيب المتين طيب ماشي طلع عادي برضو زي عميت الضرب في العشرة تمسك الخانة أولى واحد ضرب واحد واحد عطيت لك الجواب أنا حطيت لك الجواب طب كيف عملناها؟ أنا أبدأ عارفك بشكل سريع جدا 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 يكمل مع بعض أحبابي بدنا ويتبورد طلع كيف؟ بدنا أعمل لك إياها واحد 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 ضرب الآن تمسك خاني خاني واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد واحد جينا على الواحد تphrase 15 عشرات بزي الصفر عادي زي من العشرة واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد واحد ضرب واحد الواحد يحس حاسه بحكيت زي طلاصم واحد 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 صفر يلا مش مشكلة نضحكوا شوي عملية الجمع مش أخذناها قبل شوي يعني هون الحلو فيها عمليتين ضربوا جميع واحد زائد صفر واحد واحد زائد واحد عشرة ل лишь اتنين باليد واحد واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة يعني 11 واحد زائد واحد عشرة اللي هم اتنين صفر باليد واحد ونزل الواحد في الجواب بهذه الطريقة هذا عبارة عن سبعة ضرب ثلاث راح أعلمكم بعدين شو يعني سبعة ضرب هذا الفوق سبعة وهذا ثلاث ليش بحكي لكم فهناك طريقة سريعة جدا راح بإذن الله أعلمكم إياها يصير تخلصوا هاي العمليات بشكل سريع جدا لما يكون بدوا الجواب وليس الرقم المحمول لما بدوا الرقم المحمول مضطرين حلعة طريقة الكتاب لكن إذا بدوا الجواب من حل بطريقتنا الحلوة السريعة اللي راح بإذن الله طول ما أنتم معي بإذن الله المتين سهلة قولوا يا رب بس أنتم قولوا الله يا رجال طيب أحبابي إذا ملاحظين شو كتب لك هون ومهارات أخرى سنتعلمها سوية ونقف ثمارها في دروسنا من خلال منصتكم جو تيشر ولا يهمك علامتك معنا في متناول يد إن شاء الله وين هون في متناول يد دائما الحمد لله لأنه راح تتعود علي الحمد قيد النعم مدن نحمد ربنا دائما وأبدا أحبابي خلص تلك بس تأسيس للوحدة الأولى شوفوا ما أسهلها ورح نتجي على الوحدة الثانية والثالث والرابعة ونخلصكم الفصل أول والثاني بكل سهولة بإذن الله إذا كنتوا دائما معنا بإذن الله أنتوا من الأوائل ونرجو من الله أنك تكونوا أوائل المملكة أحبابي في نهاية الدرس أقول أستبدعكم الله الذي لا تضيع عنده وداعه معلمكم المحب السامق واسم معلم مادة الحاسوب على منصة جيو تيشير يقول لكم في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر